بسم الله الرحمن الرحيم هنا المدرسة الربانية كتلة قلوب تحكمها قيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية أحبتي في الله ما زلنا في كتاب مختصر من هاج القاصدين وأسرار العبادات وصلنا إلى كتاب الزكاة كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها وصلنا أن من الشروط أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط وسد الخلة ليس هو كل المقصود من الشرع بل بعضه فإن واجبات الشرعي ثلاثة أقسام أعطينا مثلا على ذلك أن من شروط صحة الزكاة من شروط صحة الزكاة عشان تبقى الزكاة صحيحة تمكين الفقير من عين المزكة عنه أنت تزكي زكاة من تدفع زكاة مال لابد أنك تغطي الفقير في يديه مالا تمكين الفقير تقول لي مصلحته أننا نديله فلوس كثير من الناس يقول لنا كلام ده وتسور عندنا هذه المشاكل يقول أنا أجيب للناس وجبة الكارتونة ديك اللي هو بيأخدها فيها حاجات بميتين جنيه أنا بجابها بالجملة بميت جنيه هو لو راح اشتراها من بره يجابها بميتين وخمسين جنيه فأنا لما بديله قيمة زكاة ميت جنيه هي قيمتها ميتين وخمسين عشان كده لما بدي أحيانا الناس فلوس هو بيقول لي كده ربنا يكرمه ويجمعنا دائما في الحج يقول لي أنا لما أديله فلوس يقول لي لا أعمل حاج الدين الكارتونة لا ده دين هي دي بقى اللي الشيخ بيقول عليه القسم الأول تعبديهم محت تقول لي الكارتونة حسن له أقول لك الشرع بيقول لك اديله فلوس طب ليه هو كده هي دي بقى تعبديهم محت إن لما الشرع يقول حاجة توليه سمعنا وقطعنا حاضر خدام اللي تقول علي يا رب ما دخلش بالدماغي بقى إن المصلحة في كده ومصلحة في كده نمسك كلام برضو في زكاة الفطر زكاة الفطر إخراج صاع من طعام واحد يقول لك هتديله رز ويروح يبيعه يا حم الشرع قال لك اديله رز اديله رز الشرع قال لك اديله أمح اديله أمح اديله اللي الشرع قال عليه هو يبيعه بقى يأكله هو حر الشرع نفذ أمر الشرع لأن من مقاصد الشرع تعبيد العقل إن دماغك ما تشتغلش على ربنا ما تدورش انت على الأفضل الأفضل اللي يعرفه ربنا الأفضل اللي هو شرعه ربنا سبحانه وتعالى قال القسم الأول تعبد محت كرمي الجمار فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر عبودية العبد ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى بترمي طوبة في عمود ايه فايدتها دي ما لهاش فايدة اسمع الكلام تبادت في مزدلفة في الشارع ليه يعني هو الشرع قال لك كده تسمع الكلام تبادت في مينها ثلاثة ايام تسمع الكلام نفذ اللي بيقول لك عن الشرع ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى احنا لو دورنا على حكمة هنلاقي اكيد هو في حكمة الله اسمه ايه الحكيم عليم حكيم ولكن الحكمة دي لم تصل اليها عقوله فدي بقى عبودية العقل قل الشيخ لان ما يعقل معنى يساعد عليه الطبع لو حاجة لها معنى معقول طبعك ايه ساعدك يقول اه عشان كذا وكذا اعمل ويدعو اليه فلا يظهر خلوص العبودية به ما تبقىش بقى خلوص العبودية ما تبقاش عابد عشان كده بنقول فيها حظ نفس كثير من العبادات فيها ايه تحقيق الإخلاص فيها صعب جدا وعشان كده الصفية يقولوا لك ايه اياك وحلاوة العبادات فانها حلاوة مسمومة يعني ايه ده كلامهم ولكن في معنى دقيق صح عايزين يفهمه يقولك ان انت لما تقوم الليل وتحس بحلاوة قيام الليل الله حسيت كده من شو راح صدر وراحة نفسية وطمأنينة وعشتي تاني يوم كده بقى ايه حلو تيجي تقوم تاني يوم كالليل ليه مش لله بقى عشان تستريح بتدور على حتة الحلاوة دي الحلاوة دي بيقولوا عليها ايه انها حلاوة ايه مسمومة لانك ما بقيتش قوم لله ده انت اايم للايه للحلاوة فضاع الاخلاص ما انتش اايم لله انت اايم تطلب السعادة النفسية اللي هو دي بيسموه حظ النفس في العبادة واحد يقول لنا عايز اطلع الزكاة اديها الواحد يعمل بها مشروع ومدقش للناس ليه فيها شيء من حظ النفس ان ده لما يفتح مشروع كل ما يعد عليه ها اخبار المشروع ايه فيها حتة حتة بتاعتك بيروح يصلي في الجامعة ده بالذات لانهم بيحترموا ويوقروا انا يا شيخ مش عارفه بتاعه يتصدق للمسجد ده بالذات اعوى حظ النفس في العبادة يفسد العمل تبقى شغال لحسابك لنفسك ليس لله سبحانه وتعالى يقول والقسم الثاني عكس ذلك وهو ما لا يقصد منه التعبد بل المقصود منه حض محد كقضائدين الادميين ورد المغصوب لذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل بل كيفما وصل الحق الى مستحقه حصل المقصود وصخط اختب الشرع هذان قسمان لا تركيبة فيهم يعني ايه قال لك في حاجة تانية في مقاصد الشرع او في الواجبات الشرع من واجبات الشريعة رد المظال واحد له عندي الف جنيه حق ان انا ردهم له مش محتاجة نية بقى ان انا نويت اردله الالف جنيه ولا محتاجة فعل ممكن الالف جنيه دولك يعني ايه قديهم الواحد يدهم له مش لازم مباشر الفعل بنفسي ممكن اوصلهم له في احطهم له في حسابه من غير ما يعرف يبقى انا رديت المظالم ديك او قديت الديون لهي محتاجة نية ولاهي محتاجة ايه مباشرة الفعل ان مجرد وصول الحق الى صاحبه فقد قديت العمل وانتهت القضية وانتهى خطاب الشرع في حقك اما الخسم الثالث فهو المركب ان يقصد منه الامران جميعا امتحان المكلف وحظ العباد فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق فلا ينبغي ان ينسى ادقه المعنيين وهو التعبد ولعل الادق هو الاهم الزكاة من هذا القبيل الزكاة مركب ان فيها حق العباد وفيها ايه تعبد المحت الاثنين فحق العباد انها توصل للناس باي وسيء لان ده حقه يعني الناس اللي هي عشان كده العلماء يقولوا برضو من شروط صحة الزكاة اخراج الزكاة في مكان المال في مكان المال عشان كده العلماء لم يجيزوا نقل الزكاة يعني اللي عنده مصنع مثلا في 6 اكتوبر يطلع الزكاة وفين في 6 اكتوبر ليه لان الناس شايف المصنع ده بعنيها فكل الفقر بيقولوا ايه الزكاة دي هجلنا الزكاة دي بتاعتنا فكف حقدهم وحسدهم و قلقهم بانك تدي له الزكاة حقه وقاتوا ربنا سبحانه تعالى بيقول ايه وقاتوا حقه يوم حصاده الفقير وقاتي ذا القربة حقه والمسكينة وابن السبيل ولا تبذر تبذير وقاتي ذا القربة حقه كان لنا اخ طيب زمان بقى ايام زمان ايام ما كانت الدنيا حلوة شوي احلى من كده شوي كان هو ماشي بالعربية يلاقي واحد واقف في الشارعين يفتح العربية يقول اتفضل تعالى اركب يقول له يا جزاك الله خير خد حقك يا اخي حقك ده حقك في عربيتي اركب بقى دلوقتي بقى الحكاية دي دلوقتي ما تطمنش فشاهد ايه ان الناس دول يا ريبك دول لهم حق في فلوسك ده انت مش بتدفع جدعانة ده ايه حقه والفقير ده ايه حقه وقاتي ذا القربة حقه والمسكين وابن السبيل حقه ده حقه فاداء الحق والتعبد المحض يجتمع في الزكاة فلابد ان احنا ما ننساش جانب التعبد الشيخ بيقول كده فيقول الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة وللحج اصل الصلاة عبادة بدنية والحج عبادة مالية بدنية فكذلك الزكاة عبادة بدنية مالية والله اعلم اعلم يقول الشيخ فصل في دقائق الاداب الباطنة في الزكاة الاداب القلبية بقى في الزكاة يقول اعلم ان على مريد الاخرة في زكاته وظائف الاولى ان يفهم المراد من الزكاة ايه المراد ربنا ليه امرنا ان احنا نطلع فلوس ليه يعني كل اللي عنده الف جنيه يطلع منه 25 جنيه ولازم تعرف ان النصاب 600 جنيه يعني النصاب الذهب لهم العشرين مثقال ونصاب الفضة 600 درهم 600 درهم يعني 600 جرام 600 جرام 600 جرام الجرام انه ارضه الفضة بتـ 80 قرشي لجنيه يبقى 100 جنيه يبقى كل اللي عنده 600 جنيه مركونين في بيته متشالين في حتة 600 جنيه وفاتت عليهم سنة يجب ان يطلع اذكاتهم زكاة الـ 600 جنيه 15 جنيه 2.5% زكاة الـ 1000 جنيه 25 جنيه ليه ربنا امرنا ان نطلع من كل 25 جنيه ليه يقول أن يفهم المرادة من الزكاة وهو ثلاثة أشياء واحد ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوبه اثنين التنزه عن صفة البخل المهلك ثلاثة شكر نعمة المال يبقى أول حاجة ابتلاء الناس بتحب الفلوس واللي يقول لك ما بحبش الفلوس هو حر يقول اللي يقوله لكن الأصل في البشر أنه بيحب الفلوس ربنا قال كده وإنه لحب الخير لشديد الخير عن المال هنا بل تأكرون أن التراث أكلا لما وتحبون المال وتحبون المال حبا جم وتحبون المال حبا جم فالإنسان بفطرته بيحب الفلوس بيحب الفلوس لكن في فرق بين واحد بيحب الفلوس يجبها ويصرفها وبين واحد بيحب الفلوس عشان يكنزها ويعبدها فالابتلاء بقى يعني واحد بيقول لي زكاة المليون جنيه 25 ألف جنيه مش كتير هو شافي أن 25 ألف كتير على الفقر سبحان الله العظيم طيب قلت له كده والله ساعته هو بيقول لي 25 ألف جنيه مش كتير قلت له والمليون مش كتير يعني المليون مش كتير 25 ألف هم اللي كتير شيء عجيب جد فلذلك ده ابتلاء أنت قد لا تحس بي لأنك بتطلع له 25 جنيه ولا 50 جنيه ولا 500 جنيه زكا وعمل لي فيها فتوة لكن اللي بيطلعوا على المليون بقى عنده 10 مليون ولا 20 مليون يقوم يطلع له 100 ألف جنيه زكا بتزعاله المئة ألف جنيه زكا مع أنه بقول ممكن يصرف المئة ألف جنيه دول في إيه في تغيير عربي يعني عنده عربية موديل 2004 وعايز يجيبه 2005 يدفع 100 ألف جنيه فرق ممكن لكن ما يجبه الفقر بقى يبقوا تقال عليه 100 ألف جنيه للغلبة كتير هعملوا بيوم إيه هي دي مأساة الأغنية فأول حاجة ابتلاء انتحان سبحان الله العظيم الناس عايز اللي فقير يفضل فقير ما يرفعش رأسه والغني يزداد غنى والعزو بالله ربنا سبحانه وتعالى أثبت الدرجات ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية لكن ما يبقاش مطحون يبقى راضي وعايش يبقى حد القوت عايز بالقوت الضروري لي الحاجة التانية التنزع عن صفة البخل الله سبحانه وتعالى لا يحب البخل سبحانه وتعالى يكره البخل جل جلاله يكره البخل والبخلاء ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتنزع عن هذه الصفة والتعوز منها والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوز بالله منها كان يتعوز بالله من البخل والبخيل لا يحبه الله سبحانه وتعالى بل يحب الكرم وسبحان الله العظيم والله أنا اليوندل بيلح علي أننا نتكلم في مسألتين الأولانية الأدب والتانية الكرم واتكلمت في التالتة للجمعة اللي فاتت اللي هي البركة كلمت عن البركة الحمد لله لكن أنا أتكلم عليه عايز أتكلم عن الجود شيء عجيب جدا لما تقرأ قصص الأجواد وعذب منه ما تقرأ قصص البخلاء ربنا يكفينا شر البخل وأهله لكن فعلا شيء عجيب جدا في بخلاء زمنا بقى فيه صنف تالت أنا صنفته سمته الحريص تجده كريم على نفسه وبخيل على الناس كلها يعني عشان نفسه ينزه نفسه يصرف جامد في أكله وشربه ولبسه وركوبه وكده لكن يجي عند ولاده تلاقيه حريص يجي عند أي حد من يتعامل معهم حريص على الفلوس ده نوع ثالث غير البخيل بخيل على الناس شاهد إيه إن البخل مهلكة ليه واحد جمع الفلوس واحد يتفرج عليها ما تمتعش بيها لزيته في النظر إليها وعدم انفقها فبيتعذب بيها مش بيتمتع بيها بيتعذب بيها في الحرص عليها والحفاظ عليها اتنين بيتعذب يوم ما يموت بقى ويسيبها أو تسرق عادة تتاخد منه ما بتعودش فالبخيل معذب في الدنيا والآخرة نمرة ثلاثة شكر نعمة المال اللهم رزقنا شكرا نعمتك من أفضل أنواع الشكر أن تنعم بنعمة الله على عباد الله يعني لربنا إداله فلوس إدي الناس فلوس ربنا إداله علم إدي الناس علم إلي ربنا إداله صحة يساعد الناس بالصحة إلي ربنا إداله جاه جاه يعني شهرة معارف يعني له ضرجة كون وزير ولا وزارة ولا مدير ولا مدير إدارة ولا يعني الدرجة دي اخدم الناس بها هي ديك شكر النعمة شكر النعمة بذاتها تحديدا الشكر عموما الاعتراف لربنا سبحانه وتعالى بهذه النعمة واداء شكرها وشكر ربنا عليه لكن الشكر الخاص لكل نعمة انك تنعم على عباد الله من جنس النعمة لربنا انعم بها عليك ربنا اداج مهارة في عمل معين من شكر هذه النعمة انك تعلمها الناس عشان كده شيخ الاسلام بتيمية وابن القيم الاثنين قالوا البعض ان اللي من الخيانة كتمان العلم الصيرفي اذا خان في الصرافة يعني ايه يعني جالوا جنيه دهب وقال علي مش دهب عشان يشتري الخيص او مش دهب وباعه على انه دهب ينسى مهنة الصيرفة يعني لو واحد متقن لمهنة معينة وخان في المهنة دي ربنا يسلبها منه يسلب منه هذه النعمة وكذلك في العلم الشرعي اللي يخون في العلم الشرعي انه يبقى عارف الحق ويقول غيره ربنا يسلبه هذه النعمة ينسي العلم ده يسلب منه هذه النعمة اللي ربنا فتح عليه وقبول عن الناس اللي يخون الناس في القبول ده ربنا يسلب منه هذا القبول وهكذا على هذا الفقس في اي مهنة من المهن بقى في الطب في الطب الناس اللي اتخذت الطب تجارة النهاردة عشان اخذ فلوس الناس بالخيانة الخيانة بقى انه الدكتور يروح اقيله وروح اعمل اشعة عنده فلان وروح اعمل تحليل عنده فلان وروح اعمل ادخل مستشفى الفرنانية عشان ياخد هو من دي والمريض مش محتاج الكلام ده عشان هو ياخد نسب من دول هذه خيانة يسلب بسببها المهارة في الطب تلاقيه بعد كده يغلط غلطة يموت الناس يموت منه كذا مريض يدخل في مشاكل ينسى المهنة فكذلك في كل المهنة نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعونا الوظيفة الثانية احنا قلنا الوظيفة الاولى للمزكي ان يفهم المراد من الزيارة الوظيفة التانية الاسرار باخراجها لكونه ابعد من الرياء والصمعة الاسرار قال سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الاحسن لك انك تخفي زكاتك تخفيها وانت تؤديها ولذلك الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل تصدق بصدقتهم فاخفاها فلم تعلم شماله ما انفقت يمينه ما حتش يعرف حاجة عن الموضوع خالص اخفيها سبحان الله العظيم يذكر عن علي بن الحسين زين العابدين انه لما مات وجدوا في ظهره لما مات وجدوا في ظهره خطوط سودة فعادوا يفكروا خطوط سودة دي ايه دي ايه دي ما عرفوش ايه دي غير انهم وجدوا بيوت حوالي عشرين تلاتين سبعين بيت في المدينة كان بيجي لهم دقيق بالليل يترمي على ابوابهم بعد ما مات علي بن الحسين ما وصل لهمش دقيق ده فعرفوا ان علي بن الحسين كان بالليل يشيل بحبل على ظهره شوالي دقيق ويروح عند البيت يرمي شوالي دقيق قدام البيت ويخبط الباب ويجري حتش يعرف مين اللي جاب الدقيق ده الصدقة الخفية ودي مهمة جدا يا جماع مهمة جدا ان يبقلنا خبيئة من عمل صالح نتقرب الى الله عز وجل به الاسرار باخراجها لكونه ابعد من الرياء والسمعة وفي الاظهار ازلال للفقير ايضا فان خاف ان يتهم بعدم الاخراج اعطى من لا يبالي من الفقراء بالاخذ بين الجماعة لانية واعطى يرحوا سر يعني بعض الناس بيتأذى انك انت تديروا قدام الناس اديروا سر مش لازم قدام كل الناس يعرفوا انك انت بتديروا واللي لا يبالي ما بتفرقش معاه اديروا الوظيفة الثالثة الا يفسدها بالمن والاذا وذلك ان الانسان اذا رأى نفسه محسنا الى الفقير منعما بالاعطاء ربما حصل منه ذلك ولو حقق النظر لرأى الفقير محسنا اليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له قال لا يفسدها بالمن والاذا عما لا بتسم لاني ذكرت حادثة قديمة زمان لما كنا في زمن التدريس وكنا في التصحيح في اخر السنة كان بتبقى ترابيزة كبيرة وعليها مجموعة من المدرسين وبنصحح كل واحد سؤال ويرمي للي جنبه طريقة المعروفة دي فالشاهد جاني يصدع فراح واحد تطوع من الشباب ومن المدرسين وقاب لي كباية الشاي فاشربت الشاي بعد كل شوي وقال لي ها شوفت الشاي اللي انا جبتولك ضيع الصدع اما الشاي اللي انا جبتولك لحد ما صدعني دي طرفة فالشاهد قال الله عز وجل يا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس فالرياء مبطل محبط للعمل والمن والأذى سبحان الله العظيم موضوع المن وانت لا تعرف اديه المن بيوجع غير لما تبتلب واحد يمن عليك شانا عملتلك شانا سويتلك ما تنساش خليك عارف دانا يا ما ديتك دانا يا ما صفرت عليك دانا واسوأ ما يكون ذلك حين يكون بين الزوجين ان يمن عليها او ان تمن عليه نعم واسوأ من ذلك بليشك انا بقول انه سيء لانه بيفسد الحياة الزوجية انك انت تحس احيانا الزوجة تحس احيانا في عين زوجها انه بيمن عليه حتى لو بغير الكلام باشارة بحركة بكلمة او ان تمن هي عليه ان تمن عليه دوارد حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا احسنت الى احدهن الدهرة كلها ثم اسأت اليها مرة واحدة قالت لم ار منك خيرا قط فبالقياس على هذا هي هتقول لك يعني لو هي في مرة انت زعلتها وصبرت عليك هتفضل زلك بيها طول عمرك ايه دا انت في مرة زعلتلي وانا قلتلك حقك علي وصالحتك مش هتنسها لك يسايد ايه لك نقصد من الرجل تبقى فيها جرح لانه برضو من مشاكل زماننا انه ظهر في كثير من رجال زماننا صفات النساء مع شديد الاسر يعني اذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير اذا احسنت الى احدهن الدهرة كلها ثم اسأت اليها مرة قالت لم ارى منك خيرا قط الصفة دي بتلاقيها في رجالة في زماننا انك تحسن الي كتير جدا وان تغلط مرة بس ينسلك كل اللي فات هو مش شايف غير الغلطة دي موجودة في بعض موجودة في بعض الرجالة للأسف الشديد الشاهد ايه انا مش عايز استفيد في هذه المسألة لكن عايز اتكلم على مسألة ان اسوأ شيء في الدنيا ان فقير زليل فقير محتاج فقير ضعيف وانت تزيد ذله وفاقته وحاجاته بالمن عليه عشان كده ربنا سمى المن ايه اذا اذا مؤذي فاحترس من هذا الشيخ يقول ولو حقق النظر لرأى ان الفقير محسنا اليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له ربنا سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة طهرة والطهرة دي يعني الفقير صاحب جميل عليك انه قبلها انك لقيت فقير تتطهر به واذا استحضر مع ذلك ان اخراجه للزكاة شكر لنعمة المال فلا يبقى بينه وبين الفقير معامله انت بتمنع الفقير ليه الفقير ماله ده انت بتطلع حاجة ايه فرض عليك وشكر نعمة ربنا عليك الفقير مالوش علاقة ده كل معاملتك مع ربنا مش مع الفقير خالص يقول الشيخ ولا ينبغي ان يحتقر الفقير لفقره لان الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه الوظيفة الرابعة ان يستصغر العطية فان المستعظم للفعل معجب به وقد قيل لا يتم المعروف الا بثلاث تصغيره وتعجيله وستره عشان تبقى الحسنة حسنة لازم ثلاث حاجات استصغرها ابن القيم يقول كده في كتاب الفوائد من لطيف التعبد بالنعم استعظام قليلها واستقلال كثير شكرك عليها لما جدي سبحان الله العظيم لما هجي اديكم بقى امثلة للجود هتلاقي ان واحد قبلته واحدة قلت له اعطيني درهم فاعطاها مئة دينار فقالوا لقد سألتك درهاما فقال لقد سألتني على قدرها واعطيتها على قدري هي بتطلب درهم انا اتذكر ربنا يا سترنا مش عارفت تتقالي ازاي لكن هي جاتها نقولها بقى وخلاص ان امرأة لقيتني وهي شي لطفلين في ايام برضو التدريس عند المدرسة كلام ده مثلا من خمسة وعشرين سنة اول فالمهم ان رحت مديها عشرين جنيه المرأة كادت تموت من الفرح كان قلبها وقف عشرين جنيه فالشاهد انه انت لما بتدي ما تستكترش العطية لانها انسفها لعطاء الله لك او انسفها لله وكرم الله عز وجل عليك مش لقد فلوسك لان عشرين جنيه كان زمان احنا بنقبض مرتب سبعتاشر جنيه ونص فالشاهد ايه ان ما تنسبش للمرتبك ولا لفلوس اللي عندك وان ما تنسب لإكرام ربنا عليك فضله وجوده وستره وعنايته ورعايته ولطفه وكل ده حسابه كم فلذلك لما تتصدق ما تستكترش اللي انت بتديه بحكس استقله تقوله ربنا لو اقدر اطلع اكتر من كده تصغيره وتعجيله بنقول اللي بينتظر ان تواتيه ونفسه على الخير عفوا سيطول انتظاره احنا بنقولك الوقت يتصدق وعايز كل واحد منكم اللي لادي يتصدق بصدق اللي لادي قبل ما ينام يقولت بس الواحد مستني لما يبقى معاه ارشين كده يعني ايه على اساس يطلع حاجة اطلع النهاردة ايه خمسة جنيه لا ما تنتظرش طلع خمسة جنيه وجنيه ونص جنيه وربع جنيه طلع اي حاج تعجيله سألني اللي هيستنى بقى مش هيعمل ثلاثة وستره ان محدش يعرف عنه حاجة بقيت وظائف للمزكي نؤجلها الى اللقاء القادم احبكم في الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم هنا المدرسة الربانية كتلة قلوب تحكمها قيم ترجمة نانسي قنقر